وانا باسمع كلمة تيرابي دي عمتا بتحسس مسدسي اول ما اسمع عن طريق تيرابي كده لا مش مسدق يعني جو اللي هو هنعيق عالجك بالطاقة وهنعالجك بالحجر اللي مش عارف ايه انا ماليش في كلام ده خلاص مش مسدقه بالمرة خلاص فكمان تنوين مغناطيسي انا بالنسبة لي الموضوع فهم فرحت بقى ايه 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 اتوقعت انا بلعب سامن نابلسي بيبدأ نتويله انا انا مفاكر بقى فاكرين يا جماعة في الـ AOC تالنت شو ايه عندما انا كنت بعمل له امسي وانا فجأة لقيتكو وحسيت انه ايه ده في ايه وانا شفت بناتكم برقصه ايه بنتي كبيرة بالزبط وكانوا عمليون عرض رهيب بجد بيضون عرض رهيب بجد لا اصدق اصدق بالاخر اخدوا الـ Golden Bozer ايه ايه انها ربيض انا كنت اوما اشوف بنتها انا كنت اوما اشوف بنتها لا يا راجل في اول بروفا ليها كنت اوما اشوفها انا اصلا لا يوجد كنت اوما اشوف لولي ما ده بقى يجبني انه انت فكرت انت كنت اصدقاء مام او فكلمين اصلا عن هذا الشيء هذا الشيء فعلا والله يعني أنا كنت يعني لما اتطلقت كنت فاكرة أن الموضوع هيبقى أصعب بكثير من الأكتش اللي حصل فاهم قصدي واكتشفت بعد كده أن اللي خلاني أصلا أكمل وهمشي البنات فاهم قصدي يعني العادة نقوله حمل وبتاع ومش هارف إيه آه طبعا الموضوع صعب بس أنا لما ببص تاني وارا كده وانا كنت بعمل كل الحاجات دي عشان مش عايزاهم يشوفوني ضعيفة ولا أم مش هارفة عمل فاهم ولا بكعبل وبعد أتكلم معاهم وقول لهم أنا تعبين الفترة دي فاهم قصدي بس في الآخر كده بعد شوية حسيت أنا كنت بعمل كل ده لشان حافظة صورة معينة كده قدامهم فاهم بس بعدين قابلت الأستاذة عمر بقى لحاجة لحاجة عظيمة بس بصراحة الكبيرة كانت توقفة جنبي قوي هم بيكبروا وأسرع كمان أول ما بيحسوا أن هم مسئولية عليهم ومحتاجين يبقوا في جنبك بصراحة يعني الصغيرة كتلسة عشان صغيرة فمش فهمة قوي كانت أعمارهم ايه و ايه كده ساعتها كانت تقريبا عندها خمس سنين آآ و تاليا تاليا كانت ايه ساعتها نشر نشر تقريبا أوكي بس يعني كانت لأ تيه عشرة تاليا عشرة خمسة و عشرة خمسة و عشرة آآ بس تاليا كانت وقفة جنبي كده عشان كانت هيك كبيرة اللي هي شايفة كل حاجة من الأول آآ فهي لما أنا بقيت لوحدي بقيت صديقة صدوق آآ آآ بس يعني على قد من مشهور كان صعب بيهم بس سهلوا علي حاجات كتيرة عشان كانوا تبعد معيهم كده بس شرح لهم فيتفهموا في الماضي فيساعدوني فلا الحمد لله وبعدين دي كانت أول مرة انت تقابلهم تقابل أنا أول مرة قابل لولي لا يمكن كانت تاني مرة في مرة شفت قابلها في السينما أو في المول آآ في المول آآ تاني مرة دي كانت هي ريحة أوديشن بقى يعني تعمل زي تجارب أداء كده للرأس للرأس قبل أصلا ما نخش بقى على التصفيات يعني طبعا هي لسه مش عارفاني قوي وكانت هي لسه كتظهر كتسب كم سنة وقتها كان 18 سنين 11 سنة آآ 10-11 سنة فهي اتفاجئت بقى انها ايه بالصدفة البحتة يعني فامم؟ يعني دي صدفة رهيبة كل الجورجز عرفوا لا يا رجل ده انت يعني يا بس أشارة فقالوا لي ايه وبتاعة بص بتبصيالي بس نعم يعني قدام الجول فقال لهم ايه وبتاعة فتعلي عقد معنا جورجو فتعلي عقد معنا مش عارفوا قادوا يصروا فانا لما عدت معهم وقلت لهمش هي مين مقلت لهمش القصة اصلا هم لقوني كده قدامت لك حد هنا وبتاعة بس مش عايز اقول مين بتاعة بس مش عايز اقول مين اتفاجئت بقى ان انا ايه قاعد بقى فهم واخد اهميتي هنا فهم بجد بقى صدفة رائبة بجد ترام مواصي ومزبط صحابة جماعة ها اه بزبطوني وبعد ما رحنا ببعد انا كل مرة ايه فمش عايز اقول بقى مش عايز احكي يعني على قد ما قدر مش عايز اقول هي مين يعني هما في يمين اللي هي حد بس مش عارفين ليه يمين وبعدوا بالصدفة ان انا كل ما بيجي يعني في كل تصفيات مرحلة من التصفيات في ناس بعدوا عرفوا يعني ناس تغير بس عرفهم برضو يعني هو الوسط كله قد كده ففيها طبعا كانت مباهرة جد في الأول فخدت بنتة حلو بس قرار بقى ان انت تبتدي تتعرفي البنات على عمر كده ايه لانعرف ان هو قرار مش يعني من اصدقائي برضو وكده عارف ان هو قرار مش سهل فايه بقى يعني العبت لعبة تانية خالص ايه بقى؟ انا دايما انا والبنات بعملهم ان هما صحابي يعني امي كبتان معي كده وانا بعمل معي ممكن فانا قعدت كده معي وشارحت لهم ان انا في حد في حياتي مع البنات؟ مع البنات او ان في حد في حياتي مش عارف ايه بس ان انا اللي مترددة بقى مش عارف اوه دخلت بالردد اوه ولا كنت متوضب جد اوه 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 وما يجونا الموسكو دفعين اوه اوه طبعا انت كنت حاضر كلها اوه فقلت لهم يعني مش عارفة ومش عارفة يعني فهم اوه بردو هرجع بقى لتاليا فهي تاليا قالتلي مش عارفة يعني لو انت مبسوطة اعتقد احنا هنبقى مبسوطين روحي فهي لسه بردو اوه فلسه مش فهمة يعني مش متأكدة بس قلت لها واقعيا اوه لو انا مبسوطة اكيد هسعد اللي حواليه مهم بنتجت اتكلم معاهم مش عارفة ايه وبتدينا شوية شوية كده اللي هو مثلا في التريفون بكلم عمر فيكلمهم هاي ايه الاخبار مش عارف ايه طبعا اوزين بقى نتقابلن فهم قصدي اوه الصغيرة كتت مترددة شوية اوه غيرون عليك شوية اوه يعني هي كتت مسكة فيها حبتين اوه وقلت لها دي ازازتك دي ازازة تاليا ودي ازازة عمر انا لما بدي حب الحد فيكو بدي الحد من ازازة بتاعتو ما بخدش من ازازة اللي جنب فهي بتفهم فيجولي اوه فلما شرحت لها الشرحة دي هي حست بريليف رهيب ممكن فهم اوه فابتديت احس بقى ان عمر برضو صراحة كمتعاون يعني بقيت احاول اقول له ايخد بالك اتيها مثلا بتبقى محتاجة اصعب شوية تاليا شخص فرفوش كده واتحب الناس فجبت الموضوع من ناحية التانية فهم حسستو ان انا مترددة ايوه وهم محتاجين يساعدوك اوه يطلع زكاة قوي بصراحة اوه انا تعبت وانا قلي كثير بقى انت عايش ارباء يعني انت طول الوقت انا عدت اربع سنين اوه بحاول يعني العشرة مع الاطفال ايوه بتخليك مخك يتفتح على فكرة الحاجات التانية كثيرة قوي يعني فقستوهم بقى يعطت كل واحدة زكتها من قاني حاجة ومقتي تدي العمر ومفتاحهم بردو اوه بتديهم المفتاح اوه 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 بس كثير انك بتبدأ تاخد المفتاح اوه ايوه وبصراحة برضو يعني يعني هي وقرار مش سهل انه انك تخود تجربة زي كده مع مع البنات وتشوف يعني احسبتها ازاي بقى اوه والله احسبتها اش اوي يعني اوه اوه ف LISA لأ هو يعني عامي ما كان عندي الفكة بتاعة ان انا هجاوز واحدة هتبقى معنات تجاوز قبل كده يعني ما كانش عندي نوع من أنواع الكريتيري او ما عنديش واصفات معينه للشخص اللو انا عايزة اختاره هو الأهم حاجة أن إنت لو تبطت بحد ساعة تتشوفها تتعامل مع ظروف إزاي مهما كانت الظروف دي إيه فأنا وماكن لما تقابلنا أنا استرحت بسرعة جدا وطورنا مشاعر بسرعة جدا وحسنا أن إحنا مساحين أي مع بعض فقعتلي هي جات قلت لي أنت فاهم يعني إيه أن أنا عندي طفلين يعني أنت طفلتين شرح لك الباجج آآ آآ بتشرح لي الباجج أنا زي سألت نفس السؤال طالة مرات هو أنت فاهم أنت تفاهم أنت بتعمل إيه فأنا بأقول الجملة اللي بقولها طول عمري يعني هنأكتشف يعني أنا مش عارف هنأكتشف يعني هنأكتشف في الرحلة كده الموضوع عامل إزاي آآ بس آآ ما كانش عاملي قلق قوي يعني ما عرفش لي ما كنتش بفكر فيه آآ بتوتر يعني ما كنتش خايف منها قوي آآ لأن كمام هي ماكي من الأول كانت آآ آآ يا ماكي شخص بتعرى الديناميكس لما بين الناس العلاقات وتعرف إزاي تزبط وتحلق على الحاجات كمان قبل ما تحصل وتعرف إزاي توزن الدنيا فهي دي حاجة ذكية فيها عام متى آآ فها عاملت ده من أهم ما تقابلنا أنا و هي وبناتها بشكل كان ذاكي جدا إنها عارفة عطول الوقت عندها الإحساسات بحس حتى إن أنا تعبان لها يعني حاس إنها تعبانة في فكرة إنها بتحاول عطول توزن الدنيا يعني إنها بتبقى خايفة في لحظة أنا تدايق وتبقى خايفة في لحظة هم يتدايقوا فعطول لازم تديني كشاف أو تديني كشاف خدوا بالك و كذا كذا فهي عندها الموضوع ده جامد وأعتقد إنه كان جزء من الزكاء برضو في علاقتنا إن إحنا قبل ما ننخش و نتجوز كنا كلمنا في كل التفاصيل يعني كلمنا في كل التفاصيل حتى كلام اللي ممكن يبقى تقيل شوية إن الناس تتكلم فيه أه تتكلمنا في الحياة تبقى شكلها عاملة إزاي مساحتي عاملة إزاي مساحيتهم عاملة إزاي حتى لحد وصلنا لإحنا كلمنا فينانش للدنيا تبقى عاملة إزاي يعني عاصل تتكلمنا في كل حاجة ممكن تخلي الموضوع عشان يبقى كل واحد كل حاجة واضحة ما نسيبش حاجة للظروف قدام تحصل وأنا في نفس الوقت حدثي أن أدخل حاجة جديدة خالص لأن أنا مش بس أبقى أول مرة استبدأت أنا عامي كمان ما خلفت قبل كده فما عنديش علاقة قوي مع الأطفال يعني عامي ما كان عندي أكبر كده مع ما عنديش العلاقة دي فدخلت بما أني جيك وبحب البتائج فدخلت أونلاين عادت أدرس أترى حاجات عن كم تصدق كيف يتكلم ما هي الفرق بين علاقة الأب بأولاده وعلاقة الاستبداد بأولاده فاكتشفت أن فيها علاقات مختلفة تماما يعني دينامج فيها مختلفة تماما عن علاقة الأب بأولاده تماما كما أنت مثلا لا ينفعش تبقى الشخص الديسبتناري وليس التلقل لا ينفعش تبقى الشخص التي تأكد صحة والغلط لم يفعل انت الشخص الذي يتقوم بهم يعني لم يفعل انت الشخص الذي يتقومون بهم انت ليس هذا الشخص لو موجود هو المشاكل لله قاتل وقام بهم أو القمامتهم يتملونه قوائزة انا الجزء اللطيف انا شخص الذي أكثر صاحبهم لا ألعب دور باباهم أهم شيء أنك لا تلعبش دور الأب يعني لازم الناس فاكرة أنك عشان تبقى كويس أنا لازم ألعب دور الأب بالزيادة طيب أصدي أعلمهم اللي باباهم معلموهوش لا بالعكس خالص أنت دورك هنا أنك تسيب الأب أو الأم وهم اللي يتعاملوا في هذا وأنت دورك هنا أن أنت تبقى شخص بتقدم الدعم بتقدم الحتة اللذيذة في العلاقة أنت الشخص اللي هي لما تقفش عليهم تقول لهم لا أنا أقول لهم أه طب ما تسيب يوم يخرجوا وما تسيب يوم يعملوا يعملوا جود كوب باته وأنا سهل أبقى جود كوب وعامت أنا لازم جدا أنا أصلا جود كوب وأنا تبقى استبداد لأن في الآخر لا تعدكش يعني أريد أن يخرج تعريستك لسويتس كون تمام يعني بفعي سهل جدا تبقى استبداد لازم وفي نفس الوقت تبقى مهم معدنة أنك تبقى عايق في مساحتك أنت الشخصية لكي لا تجد في لحظة تحس أنك جاء على نفسك برد لأن ده ممكن قدام يعني المشاكل فلازم تبقى عارف أنا فين حتة بتاعتي فين حتة بتاعتهم وهي موكي عاملة ده بمجهود رهيب يعني بحس الساعة أنها طول الوقت تتمخى أدا تعمل حسابية وأنا أكدو أعمل إيه المين دلوقتي يعني أقول إيه المين دلوقتي هي طول الوقت تشغالة في هي حطة ثلاثة أزايز قدامها تحرام وعمالت هي قد تحسب طول الوقت أعمل إيه ما أعمل إيه ما أعمل إيه وهي زي ما قلت لك هي كبيرة أعتقد إحنا ما اللي قالولي الموضوع كان لذيذ خالص هي الصغيرة عشان زي ما موكي قالت لي حتى فهمتني إن هي ما عصرتش حتى لما موكي كانت متجوزة بابوها فإن فيه وجل في البيت فأنا بالنسبة لها كائن غريب جداً دخل عليهم مرة واحدة وأنا السبب إن هي ما بقيتش بتنام جميع ممتها كل يوم على السرير أنا السبب اللي بقيتش هي ممتها معها 24 ساعة في اليوم فأنا السبب مثلاً أنا اللي كنت أبقى عايزهم يناموا جنبي في السرير وأنا الواحدة أه أنام في النص كده وأخدهم هما الاتنين فأنا كائن غريب طفايلي دخل على البيت ده لسه حاس أنك بتعمل مجهود يومي مع البنات لا الموضوع خلاص تحول أسرة واحدة جميعاً لا يعني الموضوع الموضوع ألا بفن يعني قصدي الموضوع بقى خلاص يعني ما كذفش من بعض بنقول له بعض وبقى ينفع ورده تقول إنه هو لا مش هينفع نعمل كده ومتاخدش بشكل إنت رايح بحيط تبيه هو بسهل أنا مش هنا خالص أنا ما نفعش نعمل كده في الحاجات اللي هي دعوبية بس مش في الحاجات دعوبية بس مش في الحاجات دعوبية لهم هم يعملوا إيه في حياتهم ما عملوش إيه يعني يعني قصدي على قد مقدر يعني ما عرفش لو كنت بعمل كه ساعات من غير ما أخب بالي بس في معظم الوقت لأ أنا كل الحاجات اللي هي دعوبة بإن إحنا عندنا مكان مشترك عايشين فيه فنرأي بعض بس مالهاش دعوبة هو الناموس أكتر حاجة موضوع ما بيرعوش أي حاجة بس الناموس أكتر حاجة عندنا مشكلة هو ده اللي هيبوز العيلة لا لا هو الناموس عملي كبوس أنا شخص أنا لو حطيت قدامي أسد و إرش و سمكة إرش و نموس هاجري من المصر و روح للأسد و سمكة الإرش لا يا رادي أنا النموس بالنسبالي أنا مقتنع النموس ده هو مصدر أمراض رهيب حقيقي هو بالأرقام هو أكتر كائن بموت البناء من هو النموس الجدد ايه صحا فأنا موضوعا أن النموس يخش البيت ده عشان نسيبيني البيب مفتوحه أتعد العملت البناء اللي هي لما تفتح البيب و عايف ترجعه أخرج ايه عرافة محليني هل علشان البناء عطول يتفتح و يتنسي المفتوح فألاقي 17 ألف نموس يدخلوا جوا وأنا الشخص اللي يوم بمضرب الكهرباء في البيت قادة موت الناموس واحدة و الأخرى طبعا سلك في كل حتة طبعا لكن يتفتح بقى مايدين مصيبة فاهم قصدي؟ وبعدين أنا بقى عايش دلوقتي ما إني جيت لكو يعني أنا عايش دلوقتي لقطة غريبة جدا إن أنا أو تنمرت أو اسمها إيه بالعربي أنا كالغلبة بقيت في حياتي لستات بشكل رهيب بمعنى إيه؟ أنا حياتي بقيت كلها لستات بشكل رهيب أنا دلوقتي موكي عندها بنتين وأنا كان عندي كلبة جاء كلبة تانية فجولت الكلبة اللي عندي فخلفت خمس بنات فبقى البيت لما عندنا مرح بقى في حداشر أونس في البيت على مختلف أنواعهم يعني إيه الخمسة الخلفة خمسة يبقوا بيات يا مهرب يا بي زبطتها إزاي دي أه مرحبا أكشي بصيت عليهم الخمسة وقلت أولاد خلاص راح عند الدكتور قال لي إيه ده الخمسة بنات فلوها يعني إيه يعني إيه فلوها إيه كمية ال طفع هرمونات أه أه مش عايز أقول كده يعني بس لا لا هرمونات دي كلمة مفيهاش لا لا مدفع هذه الوقت القرية ولا أي حاجة فيها بنتكلم إنه هناك هرمونات فالإستروجين في البيت مقدله عالي جدا أيضا فخمسة حداشر فيميل حرفيا في البيت اه بكتير جدا خير والله ده خير اه خير طبعا أنت محزوز خير بي راستك وأيس حابي معظم من بنات برضو يعني أصدي يعني فعلا أنا طول ببقيت في عداتهم عشان انت كراينج شولدر عشر على عشر اه أنا الشخص تحب تحكي لي مشاكلها عامتاً أنا الشخص ده في الدنيا فصحابي معظمهم بنات هما بقوا صحاب موكي فأنا بقيت تسعين في مهم الأعداد بيتقال فيها كلام أنا يا إما مش عايز أسمعوا يا إما مش المفروض أسمعوا بس هو مين؟ يا عمي أعمل ايه يا رب؟ فعطة لنشعب الصرم كده ولو أنا محتاج صحاب موكي أيوه صحاب أيوه فهم أنا طلعت دي المشكلة إن صحاب عمر البنات مش إن إحنا تمام مع بعض إحنا بقينا صحاب قوي آآ مش بقى إنه مغير لا إحنا بقيت أنا صحابتهم لا 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 صحاب قوي آآ هما هتحولوا بقى صحاب موكي أكتر موهم صحابي من كتر موكي طول الوقت وموكي بكي هم طول الوقت وبينزروا من غيري وكل حاجة فأنا الموضوع تحول إنه إيه؟ يعني هي في أول ما عرفتني كانت مش فهمة الموضوع قوي وبعد ما عرفتني شوية فهمت الموضوع خالص بقى يعني إيه؟ يعني أول من تاني ثالث مرة مثلا خرجنا فلا معيشة أنا بس بيدور هعدي على كم سيدالية دور لسونيا على فرشة سنان هي محتاجاها هشعالتا سونيا هيبقى إحساسها إيه لما تسمع الموضوع آآ وهي سونيا عم هتاقل اسم يوطر أي حد طبعا هسألها ليست في الأول؟ أيام سونيا بتاعت رجل مستحيل سونيا سليم وابا آآ آآ فاهم؟ بيقول لي عشيزين بس نخش السيدالية بنتمشى يعني وليس في الأول خالص في الأول خالص 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 آآ آآ نخش بس سيدالية هجيب فرشة سنان لسونيا هسألها من شخص سنان وليس هنجيبلي بسونيا فرشة سنان أنا لسه مطلطش منك التلطط أنا شخصية وقبلها برضو لقيت شراب عليه أفوكادو فبقبلها وإيش هتلبس شراب عليه أفوكادو فبقبلها أنا جايبه لسونيا أحسيت تم تحتاجه أشوف سونيا آآ آآ سونيا مخلطة مساحة كبيرة أويف حياتنا آآ ومساحة مش الطبعية يعني انا محتاجين نفهمين سونيا دادي سونيا عادي يعني باية وماكي بتكلم اكتب اسكلمنا انا شخصيا بس ده مهم ايه ده احنا مكلماش شوف بقى في كل الحلقات دي بتكلماش خالص موضوع غيره يعني ايه بتحسوا ايه في القصة دي طيب انا من وجهة نظري اه هو بالنس معي المفروض دي بقى حاصل اه اولا مني انا انا متربية في بيت مع ولدين اه 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 فهو في الاخر انا شفت حاجات حسستني ان ايه ده انا لما عايز اكبر مبقاش يعني محدش يشتكي مني الشاكوى اللي هما بيشتكوها دي من بنات من البنات اه فحسيت ان معظم الحاجة الخناقات غيره كده على الفاضي يعني هي خناقة من اللاشي اللي هو كنا ممكن الكم ساعة اللي عندناهم دول كان يبقوا قلطف من كده بكتير اه انا بقى بخاف من ايه انا لما ايه اغير尾 اگير من حاجة وقعية شوية اه اغير من من لاكة حاجة حصله فاهم اصلي ما غيرش من البنت امgas يعني حسب هو عملي أنا ساعت هأخذ يزعل يا لأ تفهم أزلي وحتى لو غيرت ما بحبش عمل زين يعني بحب نتعلاج ده كلم في الموضوع ناخد وناك دي مع أبو عدن تاني حاجة هو يعني هو محسس لما الراجل بيحسس الست ان انت مال يعيني وانت كفاية يعني مش محسسني بشكوك أو أي حاجة بتحصل ورايا ده شيء تاني بيخليني متطمنة دائم قصدي وعمر شوطر في الحتة دي حتة انه يحسسك بالأمان يعني اللي هو مش ومن غير ما يقولها يعني هو مش بيقول أي حالة بس هو كل اللي هو يعني اللي بيديها لي ان أنا في أمان يعني مش محتاجة أقلق من ده فهي حاجة ما بين الكوبل عموما دي أنا ببقى حاسة ان هي حاجة مفروض تتوزن شوية وما بفهمش برضو الست اللي هي بتغير عمل على البطال هي برضو بترجع لأزمات سلف استيم وثقة في النفس يعني هي بتعتمد على الطرفين فعلا بس انتي قلت كلام في الجون جدا بصراحة عندك تعليق؟ أنا كنت أقول نفس الإجابة بالزبط هو نحن قلنا بقى انه كلام حلو لا 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 هو فعلا هو بص يعني نصيحة لأي راجل انه نتا عايز طبعا فيه فيه ناس كتير مجانين إذا كانت ست أو راجل ممكن تلاقي طرف العلاقة مجنون هنا أو طرف العلاقة مجنون هنا فدول التعامل معهم بيبقى أصعب كتير وأنا عايشت ده في حياتي قبل كده يعني فيه كلمة نعطوه من قولها نكادية دي ان انت نفسك تبقى محسسة بالأمان وهم يعني هو الموجود الأكبر عليك وعلى فكرة الموجود الأكبر عليك ده ممكن يبقى بنوع النقطة ما أنا قلتها أو تعاليك فاكن وتهريج ما بيعديش يعني أي حاجة ما بتعديش فهو انت لازم تبقى مركز بشكل كبير جدا لانك تحسروا ده موجود بالأمان لأنه ممكن تكون تهريجة ما أنا قلتها في خروجة ممكن تكون بصة ما أنا بصتها ممكن تكون حاجة ما أنا عملتها تسبب شكوك كتير جدا فده الجزء بتاع زيزاي تخلل قدامك ما يغيرش منك والجزء بقى ما يغيرش عليك يعني الجزء غيرتك انت الشخصية بقى على البرتنر بتاعك ازاي تتعامل فيها بوضو زي ما قالت ماكي فهو فكرة انت تبقى صريح مياه في المياه وان هو واضح مياه في المياه انا غيرت المواقف فلاني انا مواقف فلاني مش مريحني انا علاقة الفلانية مش مريحاني انا الانسان الفلاني مش مريحني فانا بس لازم اكسبرس ولازم يعني اعلن عن مشاعري حتى لو قلوا انها مشاعر تهفة او مشاعر نعايف انها مش منطقية بس لازم اعلن عنها ولازم ابوح بيها عشان من اسوأ الحاجات اللي في العلاقات من وجهة نظري اه لاني دخلت علاقات كتير في حياتي قبل كده انه اي حاجة بتحطها حتى سجادة اعمها بتمسي او اعمها بتعدي فكل ما بتلم حاجات واكتر حاجة بتخلى العلاقات فترة او كئيبة او مملة او ان فيه كلام كتيبة بتقلشه وساعات الكلام اللي ده متقيل ده بيبقى تيكت او بيبقى تذكرة للسعادة او على اقل للراحة كلام كتير ده متقيل ممكن تقوله في عشرة دايقة او نص ساعة لو قلت بالطريقة الصحيحة وقلت بشكل لابك وقلت بشكل ميدايشي قدامك وتتكلم عن مشاعرك مش اتهام للطرف الاخر فهي ده اللي بيخلي الامور تمشي اسلس وهو المفتاح هنا هو انك تتكلم عن مشاعرك مش تلوم الطرف الاخر يعني ما تقولش انت عابد تقول انا حسيت ان كذا وطرني مش انت عملتي كذا يعني قصدي هي الفكرة ان مش اتهام على قد ما هو بوح باللي انت عايز بيه ايه يا جماعة ايه اللي عقل ده لا خالص والله انت مهام غلط جزء منه في جوازة تانية بالمراسم يعني انا عايز اقولك كل درس اتعلمته هنا يعني كل درس بطبقه هنا هو درس اتعلمته اما من اخطائي انا شخصيا في الجوازات الاولى او في علاقاتي السابقة كلها بتديك دروس فلما بتبدأ علاقة وانت تسعة وعشرين غيره لما تتعهون تسعة وثلاثين فرق العشر سنين دول سنين ضوئية يعني عمو اللي كان بيتجاوز وعن تسعة وعشرين سنة غيره بالزبط عمو بتجاوز وعن تسعة وثلاثين سنة فرق حرفيا سنين ضوئية لان ده بني ادم وده بني ادم تنين خلص انا بفكر هتجاوز ازاي بكريتيريا محددة جدا مواصفات معاينة جدا فلازم اتأكد ان كل البوكسات دي تعملها لا تشك كده انا عايزة تبقى كذا وكذا 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 فبختار بالورقة دي اللي في دماغي تفهم قصدي لما جيت الجواز التامية مكادش بورقة خالص هي مجرد احسيس انا ماشي ورقة احسيس لان ده المكان اللي بتاخد فيك ورط على احسيس الشغل هو المكان اللي بتاخد بيك ورط على العقل وبالورقة والقلم بس في العلاقات بالذات في علاقات تبني لك الموفود تبقى صح مية في المية بس انت مش قد صوت وفيها علاقة ممكن تبقى صوت فيها وهي اصلا على العلاقات ممكن تكون غريبة يعني لو سألتني موصفاتك ايها اللي هقولك واحدة كانت متجاوزة قبل كده مخلفة مش عارف ايه بتشتغل في نفس الشغلانتي يعني دي حاجات اكيد مش هفضلها بس كانوا مشاعر حسيتوا لا المشاعر دي مش يعني قبل علاقة اي حد لان المشاعر دي مش بتلاقيها كل يوم انا قوم مرة مش عارفة لا انا سامع قوي موضوع الجوزة التانية او الخبرة او العلاقات القبل كده اللي واحد اتعلم منها وسامع برضو ايه صوت الثرابيس بتاعتي بتاعتي بتاعتنا كلنا ودي حاجة بقى يعني بجد احنا كلنا محتاجين كلنا مليانين مشاكل كلنا مليانين مشاكل واعتقد بتيجي مرحلة كده معينة في عمر الواحد بيحس انه انا محتاج دلوقتي اواجهها بقى او اشوفها احلاها ازاي او بتدي اتعامل معاها او اقبلها او 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 فيخوت بقى رحلة البحث الداخلي ويعمل بقى يبقى فيه ثرابيست يبقى فيه انه يقف ويرفلكت مع نفسه يبقى فيه كل ده وباضح قوي كلام كنتو الاثنين انا اشتحد بجد يعني بس انا عايز اعلق على حاجة قلتها من شوية هي فكرة اذا كانت ثقة او غيرها او او ازاي علاقة الموضوع على فكرة في دراسة العلاقات شيء صعب على فكرة وان انت تقرر ان انت هتشارك مع حد يومك كله دي اصلا فحادثاتها صعب فتخيل بقى كل حاجة فاللي عايز اقوله انه الموضوع فيه شكل من اشكال الدراق يعني فيه كم نظرية نفسية او نظرية اجتماعية الفترة اللي فاتت فتحتلي في المهي حاجة كتير من اهمهم هي فكرة ال الست احتياجات الرئيسية اللي عند الانسان خلاص دي لو في ايدي اقولها لأي حد في علاقه او اللي هلو هي فيه ست ست احتياجات اساسية عندالك يا بشر انت محتاجهم من العلاقة محتاجهم من شغل محتاجهم من صحابك محتاجهم من وبسرطك محتاجهم من أي حالي دي ست احتياجات دول مش بالترتيب باستثناء اول واحدة هي يجب ان تتبقى الواحدة اللي هو هي الامان خلاص? انت لو شغال في شوية انا مش حاسب poke well amain وحاسث انهم هم مش اشوف في أي لحظة تبقى مصود لو في علاقة مش حاسبها في الامان لو في صداقة حاس ان صاحبك ده ممكن يبيعك في أي وقت التنوع، الفرايتي أو الإسارة خلاص؟ وهكمل لك الستة بس قبل ما نخش على الستة هم الأمان ده اللي بيحصل في معظم علاقات إن فيه طرف وصل للأمان قبل الطرف الثاني خلاص؟ فالطرف الثاني ده لسه محتاج يحس بالأمان والطرف الأولاني خلاص حدث بالأمان وعايز يخش في مرحلة الإسارة أو الإسارة فبيقولي ده تعال نسافر تعال نعمل والتاني لسه مزنوق في حتة طمني 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 فاللي بيحصل بنات سبب إن فيه واحد سبق الثاني بكتير واللي بيحصل عن متى إنه الشخص ده بدأ يزهق لأن الثاني عادي يقوله طمني 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 ومش عايز يخش معه في حتة الإسارة والتاني شايف واحد عايز يوح في الإسارة وعايز يبسط وعايز يعمل ومش بيطمينه فبيقولك يبقى مأكيد ما بيحبنيش فده زهقان وده مش بالطم فده أكبر حاجة بتعمل ده سبب تقريدي بين تسعين في المئة من مشاكل العلاقات إن فيه شخص لسه ما تطمينش وفيه شخص تطمين خلاص بقاله فترة ويوجولي أو يعني في أغلب الأوقات بيبقى الشخص للتطمين الأسرع ده هو الرجل خلاص؟ والست لسه ما ما تطمينش فالست لسه ما تقوله عايز يطمينها 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 قبل ما نخش في حتة بقى إن إحنا نحن نكتشف الكوكب سوى ده بعد دول بيبقى فيه إحساس الأهمية إحساس إنك لازم تحس إنك مهم قدام الآخر يعني لما يحصل لك حاجة أول حد تقوله هو إذا حصل لك مشكلة أول حد هتطمين مساعدته هو فالإحساس الأهمية دي مهمة جداً رابع واحدة communication إن إنت إزاي تعرف وتتواصل مع بعض في واحدة نسيها آخر واحدة هي contribution هي العطاء هي فكرة إن إنتو ببقاش في ما بينكو ميزانية مين عمل التانية أكتر خلاص إنتو سلطوا الأسمى حاجة في العلاقات لن نتحرك إن إحنا وصلنا محارة لن أعرف مين دي فلوس مين دي فلوسي أو فلوسك ومين المفوض يعمل إيه يعني أصلي في الآخر إحنا مبقيناش حاسبين لبعض على الواحدة لإن إحنا عدينا بكل اللي فات أنا في واحدة نسيها في تكارها وإحنا بنتكلم وأخيراً هي فكرة والقاعدة الثانية هي دي حاجة مهمة جداً هي فكرة إزاي تفهم لقدامك بيعرف الحب إزاي وبيستحب بيستقبله إزاي لأن كل إنسان عنده تعريف للحب في معظم الأحيان بيبقى جابه من من شكل الحب اللي شافه في أسرته وهو بيتربى فقصة إزاي يعني ممكن إنسان يبقى فاكر إن الحب إن أنا أدج هدايا والتاني فجأة محتاج وقت محتاج اهتمام فدي أهم النظريتين في الفاتر اللي فاتت لما قاريتهم حسيت إن هم تنوروا لي سبب مشاكلي في علاقات السابقة بشكل واضح جداً جداً بجد جولد مهمة قوي 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 وفكرني بس بحاجة يعني أنا برضو فيه تلت حاجات برضو بحسنهم مهمين جداً جداً في العلاقات برضو لو تواجدوا هتلاقي إن الناس عارفة تتواصل وعارفة تحل مشاكلها وعارفة تتكلم أولاً الناس تبقى طيبة مع بعض وحنينة مع بعض واخدة بالها على بعض مفيش كلام جارح مفيش حاجات دي كده نمر واحد بس يعني ثانياً تقبل كل ده ثالث حاجة بقى الشارد إن الاثنين يبقوا عندهم استعداد إنهم يوروا ضعفهم لبعض يبقوش خايفين إنه يبقى فيه ولو ده تم استقباله بالتفاهم اللي احنا لسه قيلينه حيبقى تبتدي الدايرة تروح ده رايح ده بيعبر عن ده ده أنا كنت خايف لحسن إنت لو قلت كده تبقي ما بتحبنيش وأنا اللي كنت خايفة إن انت بتكرتك ويفضل بقى ملاقي إنه يعني رابيات communication communication فعلاً بس بنبين في دعو فينا ونفضلش بنقول لأصل إنت عملت و لا ده مش communication طول ما انت مش على حقيقتك طول ما انت مش رايح للآخر بدين في محكمة بالضبط ففعلاً الحاجات دي بحس إنه لو الناس كده إيه بقى حطت إيديها عليها وبتدت تحاول تتمارسها اللي انت قلتو بجد جولت هنفتكيلك السادسة هنجبها هنجبها لا هنجبها في ثانية هنجبها في ثانية بجد أصلاً نحنا هنقوم علاقاتي جداً عن الحاجات دي ملأ قصة يعني وانتي عملكي therapy ورد و اه قبل لما ناخد قرار التلاق ابتديت therapy اه ففي وقت كده اللي هو كنا ابتدينا اه انا وبابا البنيت نتكلم في حتة هنكمل مش هنكمل دي اه رحت بقى لدكتورة النفسية وعدتتكلمت معيها ومشارف ايه انا سألتها سوئي اه بصي ايه هقولك على حاجة انا عادة شخص بعرف احلل نفسي الى حد ما اعرف حل مشاكلي يعني قبارة بس لكن في عندي كده علامة استفهام كبيرة قوي حقي مش هارفة عملي انا مش عارفة الخطوة اللي انا هعملها دي صح ولا غلط الخطوة اللي احنا هناخدها انا وباباهم دي صح ولا غلط قلت لي مفيش حاجة في السؤال ده فيهوش طح وغلط فيه انت عايزة تعملي ايه انت حاسة بايه فيهوش طح قالت لي انت مهما حاولت خلاص انت والاتنين وصلتوا لنقطه كده مش شايفين بعد حاجة فيهوش طح فدي كانت هي أول فترة بدأت أروح فيها لثيربست وبعدين أعطت طبيعة معيها شوية وتلخمت قوي في حياتي المهنية بشكل رهيب تاني مرة روحت لثيربست كان وقت وفاة ممتي دي كانت يعني ضربة مشعدية مشعدية خالص فدي كانت تاني مرة والصراحة ما حسيتش حسيت كده من الآخر أنا بحترم وجود الثيربست ولازم نتكلم ولازم حد فيه مصدي بس فيه حاجات معينة كده لا صعبة لو من هي مش من جواك وانت مقتنع بيها والله لو تلمم الثيربست العالم لازم الواحد يبقى عايز بالزبط وفعلا إيه بقى الحاجة الست نفتقات الحاجة الست هي growth وفي النبو النمو او النضوغ انه اللي معاك بيخليك تحس انك طول وقت تشكبر هو لو انت محد حاس انه هو بينزلك لتاحت أو مش بتتطور معاه دي حاجة بتخليه العلاقة مهددة جدا لو مثل ما واحد كنت بتتكلم مثلا انت مش عايفت حقا تموحك ان في شغلك بسبب العلاقة والعلاقة هي الطرف من الطرف اللي شدك لتاحت مش بيطلع كل فوق دي حاجة بتحددو العلاقات عاماتك فإحساس أن أنتم تتطوروا سواء وأنتم تزوقوا بعض على التطور وأنتم تكبروا هذا بعضهم من الأشياء المهمة في العلاقات هذا تعريف أريك فروم للحب رغبة الشخص أنه ينمو بالذات هو نفسياً هو شخصياً والشخص الآخر بالذات وهذه كلمة بصراحة بحيث أنه تلخص فعلاً وهي أي علاقة حتى ليس علاقة الجواز أو الحبيبين هي علاقة الصداقة في القصة كانوا مع الحب في المطلق صح صح كنت تتكلم عن موضوع أن الواحد يلجأ للاجل نفسي أمت في حياتك حسيت أنه هو اللحظة؟ كنت في الأول ضد فكرة ليس ضد مستسخة وليس فاهمها كنت بتلي عليها أيضاً لحد ما جاءت في اللحظة بدأ المشاكل النفسية تترجم في عراض عضوية بدأت عندني مشكلة حرفياً في وبعد كذا موقف صعب جداً في حياتي وصلت في حتة أنه أنا بقى عندي مشكلة في التوازن حرفياً مش توازن النفسي التوازن الجسدي يعني بقى عندي مشكلة في الموشن سيكنس رهيبة بقى قاعد هنا كاعدني كاعد في مركب خلاص؟ بدأت أخذ أدواء كتير جداً مثل هذا الموضوع لأن كان بقى عندي مشكلة الموشن سيكنس رهيبة ممكن أبقى قاعد معاك دوقتي بقى عندي مشكلة بقى عندي مشكلة وأسوأهم كانت النوم أنه وصلت إلى مرحلة أنه بنامش تماماً إنسومني رهيبة أرق رهيب وحتى لو نمت أخري نم نص ساعة وصحة متوتر بشكل رائب جداً فممكن حتى أنا أصحى كتير وقت وأنا نايم ألاقي نفسي كالتي حاجات كتير جداً أنا مش فاكر يعني فبدأت ترجم في مشاكل في النوم رهيبة بدأت أدوية النوم المهم يعني عضوياً حاولت أعالج الموضوع بشكل كبير إلى أن في الآخر روحت عيادة نوم فيها سليب كلينك هنا في مصر كذا واحدة بيعملوا لك زي تيست كده بيخلوك تنايم وبيشوفوا عندك أفنية أو لك مشكلة في التنفس فهي للستة أقلت لي أنت موجودك مشكلة في كل هذا وأقلت لي شيئاً مهمة أقولها أول ما وقتلها أقلت لي شهر الأول قبل ما أعمل أي شيئاً شهر الأول بطل صوفت درينكس بطل تشرب كولا وبيبسي أو كده وتشرب أي سكر دايت وأقلت لي كم حاجة كده أقلت لي بطلهم شهر لو عندك ليس كيف أنهم يرجع لي فبطلتهم وبطلت لها فأقلت لي لسه لا ينامش أقلت لي نعمل تيست ده فعملنا تيست ده فلا بتنفس كويس مفيش حاجة فأقلت لي بص أنا رشحك لحد نفسي لأنهم بسعب كبير لحد نفسي فأقلت لحد نفسي بعدما سألت كثير جداً أنا كان عندي تخوف بالكصة دي سألت كثير جداً لحد ما كذا حد قال لي على واحدة هم يعني جربوها ومبسطين معي فوقت لها وهي مش دكتورة يعني هي بوضو ده حاجة مهمة جداً أقولها للناس فيه نوعين منث من العلاج النفسي فيه السيكولوجيست والثيربي والثيربي هذا السيكولوجيست ده دكتور نفسي طبيب هذا السيكولوجيست هذا السيكولوجيست ده حد أكتر معالج يعني تهد رجميتها العربي الفرق الكبير ما بينهم قواني ده هيديك روشتة سيسمعك خمس زيديك روشتة يقولك روح خده عشان تنم وخده عشان تبسط خده عشان تنتحدش الثاني مهمته انه يبقى بحد يتكلم معيك خلاص أكتر مش مسموح له أصلاً يكتب أدوية ودلوقتي بدأ يبقى فيه نوع من الاتنين بدأ يبقى فيه سيكولوجيست بيعملوا دور السيكولوجيست سمعني أنا واحد السيكولوجيست أو ثيرابيست ويشغل أكتر بالتنويم المغناطيسي وأنا بسمع كلمة ثيرابي ده عمتاً بتحسس مسدسي أول ما أسمع عن طريق ثيرابي كده لا مش مسدق يعني جو اللي هو هنعالجك بالطاقة وهنعالجك بالحجر اللي مش عارف أنا مريش كلمة ده خلاص مش بزدقه بالمرة خلاص كمان تنويم مغناطيسي أنا بالنسبة لي الموضوع فرفعت بقى ايه ايه الهالة لأن ما دخلش ما عمل ما تعملش عليه تجارب فده لقيت وفهم عمول عليه تجارب ومش عارف ايه وبتاعه فرحت وحصل لي موقف لذيذ جدا انا كان عندي حلمي بيتكرر كتير جدا قالوا هو ان انا بجري من حد الماء دي حاجة ممكن ان يختلف المكان يختلف الشكل انت سينماية اول من حد الماء في الضلمة حد بقى مش عايف هيقبض علي ولا عايز يقتلني ولا عايز ياما فيها مش عايف فهي قلت لي لا انا مش من اول مرة كده لازم نعمل كم ساشن الاول كذا جلسة وبعد ذلك كده لما لقيت جاهز هعمل لك ففي اول مرة عملت موقناطيسي انا مش عايف ببقاش عارف يا عايتلي ايه وانا متنون موقناطيسيا اه اه مش عارف فعلا يعني فعملت هالي واحت بالليل نمت عادي جدا ومش حاسس باختلاف يعني نمت عادي جدا لقيت نفسي في الحلم انا اللي بجري وراه متخزرش وحيات ربنا والنعمة دي خلاص بعدت لها قلت لها بركاتك يا شيخ قلت لها امنت بالله خلاص اه الله كده بالزلط انهم الموضوع خد معايا يمكن تلات سنين اه ويمكن كان في معظم الجلسات هي عن تلات حاجات هم اكتر تلات حاجات مقرقيني وكان منهم ان انا طلق ولا لا او ان انا اعمل اي في العلاقة لسه كانت شجاعة انا ان افكر في كلمة ظ فهدى حد من ه اي في ايون هيم جملة انها ليس تهيئ لك نصimana وهي مجرد انها بتفتح تuccess بك ماشه لحد ما انها تهيئ بي او ان اطلعت مثة اكتشاف wollt Saying او انها وانه بحسبه ان انا في افت活 اتكلم في موضوع الطلاقة لأ حسنت شجعك جدا في الحياة عمتلا هي انه لازم تبقى بتكتشف ايه اللي في دماغك هو صوت الغرور يعني ايه؟ يعني كنت انا كنت بقول لنفسي ان اكبر اسبابي لعدم الطلاقة او ان انا مش عايز اطلق هو ان انا هدايقها هبهدلها معي عبقى ظلمتها لو اكلام شكله حلو كده بتطلع نفسك نبيل قوي ده صوت الغرور هي في الحقيقة هي هتعيش من غيرك عادي جدا وهتكتشف طريقها عادي جدا وهتعف تلاقي السعادة بعدك عادي جدا فما تعملش فيها المنكز النبيل اللي بتاعها ده صوت غرور مش صوت حقيقي وكل انسان مسؤول عن ساعدته كل انت مش مسؤول عن ساعدة الاخرين انت تقدر ما تقدرش تخلي الاخر سعيد انت تقدر بس ما تبقىش بتسبب له تعيسه بس مش هتعف تخد لحد تعيس سعيد يعني اه انت وجودك مهم وكل شيء بس انت مش صانع ساعدة الاخرين انت يعني كتر الف خيرك لو عرفت تلاقي ساعدتك في الحياة ولما هتلاقي ساعدتك في الحياة ده بالتبعية هيخلي اللي حواليك اسعد لكن انت ماينفعش تقد انت متقزم وتعيس لانك فاكر انك بتساعد الاخرين لانك وعمك ما تساعدهم في الحقيقة وطبعا بعد الاكتشاف ده لما عادت انا والإكس وايف اماتي السابقة واتكلمنا في فكرة كل مشاعرنا انا كنت فاكر ان انا عامل مجود رهيب في ان انا ببينلهاش ان انا متضايق وبينلهاش ان انا متعيس ومش مبسوط لقيت عارفة كل حاجة وانا عارف كل حاجة لان كل اللي فاكر انك عامل فيها جدعة وانك مش مبينه هو باين جدا وانا كنت عامل مجودة كله في الادعاء ليه وهي نفس الكلام انا كنت مبسوطة ولما كان محرر جدا لان احنا الاثنين لما احنا الاثنين قلنا احنا مش بسطين كان فيه تحرر رهيب في الموضوع فازاي ما بقولك هو اللي بيفصلك عن السعادة الحقيقية واما عشرة ده ايه كلام ده موم تيل صعبين انت فاكرة طول وقت ان انا صعبين جدا بسا زي قفزة الثقة كده وانسي نطيت وقلت كل اللي فقلبك بس تاني بالشكل صحيح بالشكل المؤدب يعني هتلاقي السعادة الناحة التاني لو انت زي ما كنت بتقول في الاول لانو الحاجات تحت السجادة وعدم الموجهة ايه الناس كتير بتخاف بتعمل كده بس هو فعلا مفيش طريق غير كده مفيش شورتكت مفيش طريق مختصر ايه لازم تواجه طيب بما ان احنا على هذه الدرجة من البنك وحاجة يعني تفرح وانتوا اتكلمتوا في كل حاجة بالتفصيل قبلها هل اتكلمتوا برضو في الحاجات بقى كل الناس بتخانق فيها بتاعت مين هيعمل ايه ومسئوليات مين ايه وده انا اللي شايلة البيت وده انا اللي بروح وباجي اه 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 اتكلمنا اه بس يعني اصد محنا بناطش البيت اصلا يعني حلو المشكلة انا احنا مش هناط في البيت حتى نشي الهمه احنا اللي اتنين في نفس المجالين اه 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 لا بس انا فاكرة يعني مكنناش التفاصيل قودي يا مصدر ما كي توترات في الخصة لا توترات لا الحاجة الوحيدة كنت متوترة بينها ان انا وليدي بناكل كثير فانا قطم لك تطعب التلاجة باند التلاجة ده عندي عارفة.. عارفة كويس وينا أنت ستأخذ في الرجلين معنا في بند التلاجة في التلاجة ده ده واجب عليها والله يعني إذا عمر آخره في البيت بجد توست مثلا البينز هو اللي بيجيبها بتاعت البون جيبنا صحيحة يعني طلباته أنا مش أكيد خالص واللي عطول اللي بدحك أي من جوه قاله يسر بغيش أنا بدحك لما تقول أنا عايزة كذا فيتقلق ما فيش والله إذا خلص خلص أنا إسر بغيش أنا بغيش وأنا بدحك جوهي عشان عارف إنه خلص أنا عارف إنه خلص أنا والبنات بنحب الأكل وبنستمتع بالواجبة فهي موصلي فأنا بنتي مرة كالصغيرة كلمتني كنت أنا بصور قالت لي مامي كلمتني ساعة ثلاثة فصحيت أنا بعمل الأكل الأسبوع كده وبطلع الهلبر بتطلع تسخن فهي كلمتني ساعة ثلاثة بتقول لي مامي أنا جاعنا قوي أتغدى إيه فقلت لها أنا عاملة مسقاة في التلاجة خلي محشي لا المحشي ده كم تعليم اللي بعد محشي 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 هي كتب حرقته لبلابي أوه فأنا بقول لها في مسقاة في التلاجة خلي قولها تسخن هالي قلت لي لأ ما نفطرت بيها قلت لي فترتي مسقاة كده أنا فهمتك فهمة كده أنا فهمة كده أنا عرفت اللي أوه يعني يعني أقول لها في التلاجة مسقاة أكل وكان نفسي بيض بقى وكده لا أنا عايز أخطط عايز أخطط فقلت لها ما دي مسقاة الغداء ما أنت حرقتي كل كروتي ما أنا مش عادة ما أقدم إيه الغداء فأخذ أخذ الأطفال تخيل الأم فقلت لها لا ما أنا خلصتي لكروتي يعني معرش وأنا أصلا باكل يعني يعني تقييباً عشي في 100 من الأشياء القابلة للأكل أنا باكل منها عشي في 100 بس يعني في كمية أكل ما باكلوش مناعبة فأنا شخص وأنا صغير أنا عمي وقلت لحد يعني عمي وانتظرت من حد يعني عمي وانتظرت من رفقتي في الأكل يعني قصدي أنا لا عمي انتظرت من ماما وأنا في بيتنا أن تطبخ لنا وانا باكتشف أن أنا جعان وأنا بدأت أصدع وضوخ يعني أنا قصدي شخص آه دع أنت منتنسى أصلا تأكل بانتساكل ولما أجعان قوي ألاقي نفسي في يعني لو أنا بشتغل بالذات يعني أنا بانتساكل تماماً يعني أكتشف إيدي أنا سأصدع عليه أنا أجعان لكن لو ما فيه الشوك أنا آه هجوع وكل حاجة بس أنا هطلب الأكل وأنا يعني أسرع حاجة وأنا جعان قوي هلاقي نفسي إيدي راجعان قوي أنا هطلب أسرع حاجة ممكن أكلها دلوقتي يعني مش فرقة خالص إيه المهم حاجة سريعة تخلينا يعني لو حد معايا كده تجاه إعراض لي عرض أن أنت مش هتخش الحياة طول عمرك ومش هتأكل طول عمرك أنا موافق يعني أخد الديل ده طبعاً أنا بالنسبة لي لأتنين وقت ضايع في اليوم فأنت ما تطبخش طبعاً يعني حاجة تطبخت شوية وقت بكورونا مقارونا كده بس هو أنا الشخصية لو ترميت في كزيرة يعني هتتصرخ من غير ما لا يعني هموت يعني قصدي مش مش هتصرخ مش هتصرخ لا هموت أسهل يعني قصدي في الآخر أنا مش شخص بس أنا عبداً بحسد الناس اللي بتستمتع بالأكل فعمقصدي إيه يعني أنا شخص نادر يعني أكلات قليلة قوي اللي بستمتع بيها ويعني هي الشوكولات يعني أنا ممكن أعيش لو كانت الشوكولاتها صحية وكافية لجسمك كنت لحد ما قلتك أخلتش قوطة بس البرجر أه ويرجر يعني أكلات كلها سهلة جداً يعني فعلم يعني مش يعني عمي ما كنت الشخص ما تيجو نموح مش سيدة ناكل عمي ما كنت ده مش مذاجة أكبر عمي ما كنت ده ده كل الناس على فترة هو الطبيعي أني أحنا تعالي يا ابن اللي لازنها اسكندرية كبدا اللي مش عارب فيه كبدي تيلة وكبدا هنا مش هكولها أصلي يعني فعلم يعني فعلم يعني أنا مش شخص كده خالص طيب إيه بقى الموضوع اللي كنت بتقول لي فوق أنا مش فارق معي قوي عيال وأجيب عيال وأخلف آه إيه القصة دي إيه القصة دي قصة هو فيه بيت شعري جميل جداً لصلاح جهين لقيته سمعته برايب كده كنت بسمعه الربعيات تاني فلاقيته هو بالزبط بيوصف لأن أعز أقوله مش هتطلعه يعني بس لهما معناه إن لو كان العلم جميل قوي كنت جيبت ألف ولد يعني هي واحدة من الربعيات تذكرت فيمكن أنا وجهة نظري الحياة بقى إيه سا مش عارفة بس أنا شايف إن الكوكب مليان كفاية وشايف إن معرفش فعلاً معرفش بس هو أنا من وجهة نظري في الحياة مش متفاة لأول درجة إن أنا من مستعد أجيب كائن أعرفه على الحياة دي يعني حاس إنها بقى محرج منه وقال له معلش أنا جيبتك هنا يعني دي حاجة والحاجة الثانية إن أنا فعلاً كشخص تعامني مع الأطفال مش سالس إعانا لما بتعامل مع أطفال عمتاً أنا بستمتع في التعامل مع الأطفال جداً أو نص ساعة آه بعد كده بحس إن كروتي خلصت يعني بحس إن أنا مش قادر أستحمل قوي الأطفال وأنا حاسس إن هيبقى من الأنانية قوي إن أنا خلف لمجرد إن أنا أتطمن على إن أنا عندي رفيق في المستقبل أو إن أنا خلف علشان حاس إن دي متعة الدنيا أو أخلف علشان حاس إنه إن الناس كلها بتعمل كده لأ لازم لما أجيب طفل أبقى أعايز آوي 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 عشان تبقى العلاقة حتى بيننا سوي دي حاجة أنا أعايزها آوي بس مش عايزه أجيب طفل لمجرد إن ده المنتظر مني هي أفكار متضربة مع بعض كده بس أنا حسيت إنه زائي الجواس كده يعني وأنا بتجاوز تاني مرة قلت أنا مش أتجاوز إلى اللي لو أنا عايز أواة جاوز فأنا مش هخلف إلا لما عووز قوي خلف فأنا لسه حاس أن الرغبة دي ما تكونتش كفية وأنا مقتنع عمتاً أن مش كل الناس أبقى كويسين يعني قصد دي فاير ما وفيه ناس بتجيب وبيتلعوا فعلاً بالزبط مشكلة أريد أقولك من أكثر حوادث اللي في حياتي اللي قصيت فيها في مطار خلفة ده أنا كنت بأعمل فيلم لمؤخزة كانت من أكثر من عشر سنين فأنا كنا بنصار في مدرسة فكان خد دوز قوي قوي من الأطفال أنا بصور مع طنطميد طفل في مدرسة ففي مرة بنتصور ماشهد طبور كده فلاقيت وراد بيعاية قوي فتوقعت أنه بيعاية مثلا عشان إيه حد قال له قف حد إزعق له فلاقيته بيعاية جامد فقلت له طفل صغير عندي ممكن 11-12 سنة فقلت له في قال لي يجلي مكسورة قلت له نعم مكسورة قلت يمكن بيأفور يعني آآ بيبالخ فقعدت أتكلم معا كده فعلا مش عاي في يقف عليها وبيعاية عيوات هستيريو بيصرخ سريخ هستيريو بتاعه فطلبت من حد من الكرول اللي معنا وقلت له في المستشفى علشان نشوف فعلا لو حصل له حاجة وقلت له قلت له قلت له بس نروح معلش وراح في المستشفى بعد ساعة كده لقيت الشخص ده رجع آآ والطفل رجع وراه لسه بيعاية فقلت له حصل إيه قال يا لعا احنا واحنا في المستشفى فالشخص المتعهد اللي يجايب الأطفال دي كلم والدته فالدته جات مع المستشفى فعرفت ان رجله مكسورة فانه ومحتاجين يعالجوها ويحطوها جبس اوها كده وقتها كانت تلتمائة جنيه فقامت فقامت لهم لأ ازيانا اكلم بابا الأول فكلمت بابا فقال لأ خدي تلتمائة جنيه وما تعالجوهش احنا هنبنقالجو احنا بباحث ورجعيه عشان اليوم ما يتخصمش منه يعني تحسب اليوم بتاعه يقف يقباضه في اخري اليوم فقامت ابنه مش عايز يعالج فطبعا هي موقف قاسي قوي بس حسيت للحظة ان الناس دي كانت شاهدت خلف يعني واحد زي ده والله فعلا ما كانت شاهدت يخلف وكده حسيت طبعا احنا نقسها على ايه يعني هل انا عندي طبقية عشان بفكر ان هما فوق قراءة فمش عايزتهم الاجتماعية بس انت بتشوف ناس تانية في كومباوند ولا في نادي ولا في بتاع انيال انيال نفسيا ان هو ممكن يكون اه هيعالجه بألف بيعشرين ألف جنيه لو يجلق كسرت بس نفسيا ببص على طبقية التعامله مع ابنه بقول ده كانت شاهده يخلف برده من كتر ما انا عندي فكرة ومنسية يمكن عن علاقة الاسرة وعلاقة الاب بابنه او بنته او كده حسس ان انا لسه ما عنديش السقة ان انا اهل ليها حسس ان انا عايز اتقنضك كفاية قبل متأكد ان انا اقف اعمل ده ده انا حسس ده اه احسس بالمسؤولية برده يعني اه وفي برده فكرة رومانسية تانية بتقول ما هو ده ايمانك قوي بالحاجات فبتحققوا من خلال بقى انه ان انت تعمل تخلي العالم ده مكان احسن بالطريقة دي يعني هي كلها افكار انا فيه يوم بسيط جدا مش ناسي انا وماكي كنا راجعين اه ماكي كان عندنا شغل الصبح بدري فهي قعدت بالليل كله مطبقة عشان تكتب ملخص لبنتها عشان لما توح الامتحان ببكة عشان ملاحيتش تذكر فتكتب لها ملخص علشان تقراء قبل ما توح الامتحان فعادة الليل كله ما تنامش هي انا نيمتي بادري وهي عادة بالصحية منامتش لحظة ونزلنا الصبح شغل وبتاعه ومعاينات واش عارف ايه فهي خلصت الامتحان وكلمتها بتعايت جدا فهي فكت انها بتعايت عشان عاملت وحش فهي بتقول لها بتقول لها خلاص مش مش كلا امتحان وعدة وبتقول لها انا مش باعايت عشان انا عملت وحش انا باعايت عشان انتي سهرتي عشاني وانا ما عملش هلو لا 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 فانا ما في ساعتها عملت ميوت قفلت الصوت وقلت لي طب اقول لها ايه اصلا لو قلت لها ولا يهمك هتعمل كده تاني مش هتذاكر تاني ولو زعقت لها مش هقدر ازعقت لها وهي عدم معتك قلت لها انت حالا خليتيني قدرك ان ازاي الامومة او الابوة حاجة صحبة جدا انا في الموقف ده مش عايف اقول لك ايه خالص يعني لو انا في نفس الموقف فعلا مش هتذا صح يتعمل من كتر ما هو موقف ممكن يبقى فارق في حياتها جدا وبتفكر ان كل لحظة فارقة في حياتها وكتير قوي بيقول له ماكي بهارتني جدا قلت لي انا مش بديهم فلوس ولا بديهم تعليم ولا بديهم تربية انا بديهم ذكريات حلوة خلاص فالجملة دي قصيت فيها جدا جدا منها ان هي فكرة ان انا بدي الاولادي اللي بسيبهولهم وهو ذكريات حلوة انا شخص الذكريات عموما بتأثر فيه قوي يعني هي اللي ممكن تحركني ان انا اعمل حاجات كتير وانا اهلي دوني ذكريات انا تمام شكرا يا جماعة قوي بجد طبعا اكيد كان فيها الوحش مفيش حد حياته واردة يعني بس ادوني حاجات وهم عدوا بظروف برضو صعبة وفيها انا ام يا جماعة عملت زي مامة حزل ام بالميلي بجد يعني مدام دلالة عزل عزل مامي والله انا كلما كنت تدايق مامي تقولي بقولك ايه يلا نقوم نرقص وتشاكل والله ونقعد نرقص وصجات يعني انا احترفت الصجات بعدد اكتئابي يعني بكل مرة نقعد مامي تعلمني ونقعد نرقص ومش عارف ايه يا زي ما اخترته والله انا بالنسبالي يعني حرفيا حرفيا يعني ما يلا نتبسط يا جماعة اه محتاجيني اه محتاجيني يعني مامي قالتلي دايما تقولي ارمي البزرة واسيبيهم بس تبقي يعني غراستي فيهم شوية مبادئ وحاجات اثيكس معينة وكده كده هم سيبي بقى الدنيا تشيل وتحط فيهم فدوري ان انا على الاقل لما يفتكروا بيتهم يفتكروا بحاجات حلوة يفتكروا ان اه والله احنا كنا بنعمل عايزاهم يحسوا اللي انا حسيتهم تفهم قصدي فبحس ان ده اكبر صراحة انك يحسوا بحب ويحسوا بحنان مش لازم يحسوا بفلوس مش لازم يحسوا يعني بحس بس ان الحاجات الاموشنال هي اللي بتقعد كيف تفهم عزي يعني كلهم نتكلم برضو ولا المدارس بتاغد لا يعني تمام ده ايه ده لو ساعدتهم في الدنيا بس اي حد اي انسان هيطلع عنده شوية ازمات وعنده شوية مشاكل وهيمر بحاجات كتيرة في حياته ومهما الاهل حاولوا يحموهم مستحيل وهيعيشوا تجرباتهم الخاصة وهيعدوا بكل ده كل اللي الاهل يقدروا يعملوا عليه يعملوه انهما فعلا يدوهم حب حقيقي انت لو اهلوا بس اديت حب ورعاية وكنتم تواجد شكرا شكرا ووفر فلوس تيرابيست ليهم بعد كم ان كلنا هلحتاجوا يعني الاهتمام ده بيدي اذا كان انت نفسك بتبقى حعايز اهتمام واحنا جبار كده انت بتبقى اكيد بيجي لك وقت بتبقى محتاج تشعر ان انت لوفد وحد مهتم بيك انت اكيد كلنا بنحب نحس ان احنا واخدين ده فما بقى لك طفل كل اللي شايفه في الحياة اهله والبيت اللي هو فيه ايه مصده فمنسبالي ده جوكر او بما ان احنا مش بنقى من باب الابراج انتو ابراج ايه انا التور وانا في يوم ما بين العرب والكوس كسب كده اه ودول ايه بقى مع بعض ولا بطى حد ليكوا فيها ولا مع انتو اللي اتنين ايه ليها في الابراج لا يعني مش رهيبة بس يعني بحب اعرف من باب الفضول فهم اهه بس انا شايفة ان مثلا ان عمر مدي اكتر على عقرب عن ان هو قوس انا ليه اخ قوس ام ايا يمشي برضو مع الترابي اكتر يعني يعملوا كده ايه طربة انا عمتا فلا بجد انت فلا بصراحة بغض النظر ان هتلر كان بورجي طور بس احنا مجانين شوية بس لما بنكبر بنيهده غالبا او حاجة معرفش انا شخصيا هذيت انت حاسه كنت بس ام بس ام لأنني لدي أخ بيور كوس وليس لدي أعلى قبة تماماً فطبعاً عمر هينزمين هايولاً بس بس وضاي هي دي الحاجة الكومن الوحيدة طبعاً نفسي بقى نخش في تنظيرة دي علاقة بالدراما بقى وردما أنه يعني عاديين قاعدة سينمائية كده عشان في دايماً إنه الدراما وكيف شكل الأسرة في الدراما والسينما ومش عارف إيه هل لازم تبقى السينما والدراما والحاجات دي بوليتيكلي كوريكت إنه نطلع الأب بيعمل حاجات صحة والأم بتعمل حاجات وفيجرز كده لأنه ده دايماً كده حوار شغال في إنه الحاجات دي مفروط تتمثل إزاي وتتقدم للمجتمع إزاي وهل ده بيعمل ريستريكشنز على الإبداع وعالفن فالحوار ده أنا حابب إيه نقعد نهري فيه وصلك الحاجة حصلت لك قبل كده أنك تبقى ماشي على كوبري اكتوبر مثلا أو أي كوبري في أول محور تلاقي ديني زحمة جداً جداً وتتوقع أن فيه حادثة قدام هل موقفة الطريق طبعاً وبعد ما توصل تكتشف أنه مفيش حادثة هنا فيه حادثة نحة تانية فالناس وقفة فالناس وقفة بتتفرج على نحة تانية وده معطل الطريق اللي مفيهوش حادثة طبعاً اللي مش طبيعي لكن لو فيه أسرة سعيدة هيبقى مش فيلم وانش هيبقى مسلسل وبيش بقى دراما لو فيه أسرة سعيدة بيقولوا كلهم بيحبوا بعض وبيدعموا بعض ونزدوا واحوا الشغل ورجعوا وناموا نحن هنتفرج على إيه الدراما قايمة على الكونفلكت قايمة على السرعة وانت عايز تتفرج على الحاجة اللي مش طبيعية لان لو فيه حاجة طبيعية جداً هتبقى مملة جداً فانت عايز تتفرج على الحادثة للنحة التانية فعشان كده انت الدراما مكان احنا أسقلناه او تعبناه او حتشطين عليه حمل انه لازم يمثل المجتمع انت لما تعمل قصة عن السفحة ده مش مجتمع معناه ان المجتمع السفحين انت كلمت عن الحالة الخاصة فالدراما هي مكان اللي بنكتشف فيه الحالات الخاصة والناس اللي عملت حاجات احنا مش بمين عملوا ازاي ونشوف الامة ازاي بشر وازاي كل حد عمل حاجة احنا شايفين انها لا توقل هو في الاخر انسان زي وزينا عنده دوافع والأسرة هي دايماً كل الافلام الحلوة هتلاقي فيها أسرة بمعنى بمعنى كل الافلام الحلوة اللي تفكر فيها في حياتك هي كأنها أسرة يعني الجاد فاضل اهم فيلم في التاريخ هو عن أسرة حتى لو في الجريمة وكل حاجة فكر حتى لو كلمنا على فاستان دا فيوريوس هو عن أسرة الجزيرة هو عن أسرة هو عن ولد عايز يثبت انه يقدر يخلف باباه هو فكل الافلام بشكل او باخر فيها علاقة أسرية حتى لو مش شكلها أسرية لأن الأسرة هي أكتر مكان احنا كمان قادمين منعف نفهمه ونتواصل معاه كل افلام بكسار الكارتون من اول توي ستوري الحد انسايد اوت هي طفل فات من أسرته عايز يرجع لها اذا كان توي ستوري هو لعبة تاهت من أسرته عايز يرجع لها او اذا كان وال ايه اللي هرب من عايز يرجع لأسرته اللي هي الروبوتس اللي زيه او الكار اللي هربت وعايز ترجع للكار الزيه او فايندنج نيمو الطفل اللي هرب من أبوه عايز يرجع لأبوه لأن الأسرة هي أكتر قيمة كمان قادمين احنا نعرف نفهمها لو كانت الأسرة دي أسرة حقيقية او شلة صحاب او مجموعة بوجريمين او بتاعه فهم لازم يبقى أسرة والعلاقات اللي يشوف شبه علاقاتنا الأسرية انت ممكن تشوف فيلم كبير جدا عن اتنين بيحاربوا بعض وهي شبه علاقتك انت واخوك فحاربوكو الخفية عشان مين يثبت لبابا انه بيحبه أكتر ياخد حبه بابا أكتر من التاني دي نفسها العلاقة اللي بتشوفها في فيلم سكارفيس ما بين اتنين صحاب عشان يثبتلو الزامن للصور انهما أقدر بحبه فها كل لو انت بتتفرج في تايلاند او في اليابان او في كونغو او في ماليزيا او في في كولومبيا او في امريكا الحاجة الوحيدة اللي كلنا عارفينها كويس قوي هي الأسرة وعلاكاتنا الأسرية فعشان كده الفيلم عشان يبقى انوفرسل او دراما عشان يبقى انوفرسل علشان اي حد في العالم يفهمها محتاج انها بشكل مه تتمهى مع شكل الأسرة اللي احنا عارفينه كلنا كلنا عارفين علاقة أب وإبن أم وبنتها أب أخ وأخوه كلنا عارفين علاقات دي لأن دي علاقات كلنا عيشناها فيش حد في الدنيا حتى اللي تربى في ملجأ أو تربى في الشارع عنده شكل الأسرة ده لأن دي هي في الآخر شي من أهم الدراسات اللي اتعاملت عن السعادة هي دراسة عاملية هارفورد على مدار حاجة وعشرين سنة بيتابعوا ناس من وهم في شبابهم لحد ما بيكبروا سوري مش عايشين سنة أكتر من عايشين سنة يمكن سبعين سنة مش فكه كايس هي موجودة على اليوتيوب مشهورة فيه طوك عن الراجل اللي هو خلصها لأنها بدأت من واحد ومات وجامع واحد لأمهم كمينس الدراسة دي لمدة طويلة جدا يكتشفوا الناس إيه أهم حاجة في حياته إلا بيخلي الناس سعيدة أو تعيسة فبعد الدراسة دي معادوا فيها كتير جدا تابعوا ناس كتير جدا مدار حياتهم يشيكوا عليهم يشوفوا أخبارهم إيه الحد ما بيكبروا يقولوا يشوف مقدار سعادة كل إنسان فاكتشفوا أن أكتر حاجة بتخلي إنسان سعيد أو لا هي علاقاته الإنسانية مش قديه عمل فلوس مش قديه نجح في تكاريره هي قوة وترابط عراقاته الإنسانية مع اللي حواليه خصوصا لو كانوا في عمليه فهو أنت في الآخر في آخر حياتك لما هتقيس حياتك هتقيسها بقديت حبيت وحبيت أعاف إنه كلام بشكله سازك ورومانس الزيادة بس هو في الآخر أنا كان طول الوقت عندي حكم في المغي كده على بابا الله يرحمه كنت بشوفه أنه يعني ضحى الزيادة على اللزوم يعني كان عنده فرص يعمل هكتب في حياته وضحى بيه عشان خطرنا ومنذلك أنا كان نفسي أقول له ما تضحلناهش إيش حياتك شوية وهو بتوفى أنا فاكر آخر عين ميلاد لي كان قبل ما توفى أطول ويحتفى نجيه في المستشفى فقلت له حاس بإيه في عين ميلادك وبتاقي قال لي حاس إن لو ده آخر عين ميلاد مش يبقى زعلين مجرد أن أنا حايتسكوا حواليها كده وحبيني كده ومهتمين بها كده ده معناه أن حياتي كلها مراحتش هادر ومعناها أن أنا كنت إنسان كويس لو أولادي قاعدين حواليها وأنا بموت ومدييني كمية الحب والحنان والحاجات دي والفيديو معايا يعني كل شوية كم سنة كده ممكن أشوفه داني لأنه ساعتها حسيت أن أنا كان حكمي غابي جد لا هو ضح عشان حاجة لا تستهل بجد نسكت بقى خالص ده لا تفرط لا تقفل بقى ممكن نفل لا هو يعني مش حاف أقوليه بصراحة حسيت طب في نمازج كده في السينما أو في الدراما للعيلة معلمة كده في دماغنا أو أثرت في فينا وإحنا بنكبر نسكت بقى خالص ده نسكت بقى خالص ده أكيد عن العلاقات الأسرية من وجهة نظري وفكرة علاقة الابن بالأب دي كانت حاجة مهمة جدا نسكت بقى خطرة ايمكن ده أكتر حاجة أنا فاكرة هو الحفيد فعلا وأم العروسة الجانب أم العروسة الاتنين مع بعض كانوا حاجة مهمةкими كما في تاريخنا السينمائية أن من أحلى أفلام في تاريخ السينما هو أم العروسة مؤخراً لا، ليس فاكر شيء مؤخراً من الأسف ليس فاكر في نسبة لي هما الشيء من دول مصرحة ما اللي دائماً بيأثروا أنتوا أزواقكوا زي بعض في الأفلام ولا ساعة بيتة أشوف هو و هو ايه؟ هو و هو دي وراها بصة يا عايزة تفتح مسرحية شحيتها سبعة إلى ستة لاف مرة تاني أنا مستعدة تشوف العيال كبرة كل يوم ما أنا عايزة فراجع على الأفلام سربي فحفية ما أنا هقول لك على حين كل حاجة بيبقى ليها مذهب لكل مقام المقام مثلاً اه في العيد في العيد معروفة هنبتح المصرحيات وليوم الجمعة أنا عندي شوية حاجات كده فاهم وظي؟ يعني سيب لي حاجة واحدة التلاجة والمصرحيات يعني إحنا كان عندنا كده الويكند ده مصرحيات معروفة اه وفي العيد خلاص وأنا عادةً يعني اتعودت كده إن دايماً إيه؟ رجع من يوم مثلاً تقيل ولا رخم ولا مش عارف إيه ببقى عايزة حاجة حاجة كده ملهاش يعني خلينيش أفكر فاهم وظي؟ وما تصحيش حاجة عندي حتى يعني اللي هو خليها نايمة اه يعني يعني مثل الوقت تلتاح نفسياً بشوف أديها مستريحة وشغال فيلم هي عرفات كويس قديم مثلاً أبيض السود حاجة كده تقول هتشوف فيلم طيب هي عندها اه اللي هو هتكلم مع روز وبسلة عادي اه اه فيجي مثلاً الدهر ده مستحيلة تفرج ليه تتفرج على فيلم سربي الدهر أنا يعني فاهم وظي؟ يعني روز وبسلة ولا لو بيعارف الحاجات ديك معروفة فبيبقى ليها مدهة أنا ساعات بقى بيبقى عندي المود بتاع يلا نشوف فيلم كوري فيلم سربي اه براحتك اه بس بيبقى ليها أوقاتها يعني بيبقى أصلاً انت برو ما تجيني تتفرج على فيلم ديب شوية فيلم بتاك تركز اه فاهم وانت قد مركز طول اليوم وانا شخص بقى عندي تقوس قوي في الفورجة اه انا لو حد جنبي ميسجر الموبايل بحس ان فيه خلاف مخي بتموت يعني بحس ان أنا فاهم جداً يعني لو فيه حد ولع نور عمل صوت اه انا بحس ان انا وانا بتفرج على الفلام دي حاجة مقدسة جداً بالنسباني اه فاهم فاهم يعني بحس ان اعيز اطفي كل انواره بتاع يعني انا شخص ده فاهم فاهم فده بيعمل بس انا متاً شخصي صعب اللي مبهور يعني انا صعب ان انا مبهر فاهم والله يعني مش مش عارفة انا ما اعتقد ايه حاجة وحشة صح؟ لا جميلة يعني شفت كتير لا مش ده هستي برضو والله بس اقصد في الاخر انا لازم يعني انا لو افتكر اخر فيلم يعني لو فوزت مثلاً اه ست افلام تفرجنا عليهم في الفترة اللي فاتت انا بورثينجز اللي ما خلنيش اتتورب مثلاً اه لا اتسحلت جامد اللي هو كل شو يقول واعمل كده ويعني لأ حلم فانا قولي الاول فيلم اللي ما يخلنيش ابص على حاجة ده مش سهل فبحاول بس اوصف العمر ان ده مش بيبقى عدم اهتمام مني ده فشل من صنوع الفيلم اه 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 هم مقارفوش هم مقارفوش الفتو نظري موضوع خلص هنا ده بس في الحاجة دي بتبقى مودس بس يعني وبعدين هو بيبقى برضو فيه وقت اللي هو عايز اتفرق على فن قوي هم هم فده هبقى عامله ازاي مثلا انا كنت لسه مثلا بنتي بخلاص درس مات مثلا ولا درس بتاع ولا عندنا متحان تربية وطنية بكرة يعني انت فهم اصدي برضو الانسان محتاج محتاج؟ اه اه نرايه بقى شوية اه طب بتعميله ستايلينج بقى على جدا ايوه بقى ايوه ايوه رازم بحب بقى وملاحظ حاجة ان انا ايه هي تلبس حاجة تقولي رأيك اقول لها رأيه ما بيتاخدش بيه تماما لا 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 هل انت ديزاين و هل انت مش حقيق لا لا بس طبعا متى انا باخد برأيه في اللبس انا بيتاخدش شوية قوي بصراحة يمكن عشان كده هي نكحة في حياتها لا 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 هو اللي مختار ده النهاردة اشان انا بتيك حلو لا اولا قلتلي اه اه بس انت اخترتيه يعني انت بقى قلتلي اولي ايه اصلا اه لا ما ده تقولي الاصلا يعني ما ده شغلي انا هتديك اوشنز اولي اللي عربك ده الانبوت بتاعي ماشي فانتقولي والله ده اه فاع يعني بس والله لأ يعني انا بحب ده يعني انا عندي تفاصيل معينة بدايق قوي مثلاً من نوع جزمة معينة الجزمة حلوة وبنطلون حلم يعني كل حاجة سليمة لوحدة بس مش دامة دامش مع دام عشان القدي والمشارف ايه تحواري النهاردة مطول جزمة دي ميزة عظيمة بصراحة طبعاً طبعاً وخد بالك أنا أصلاً شخص مهتم باللبس ومشاشر وبالجزم يعني أصلي أنا شخص مجنون بكسة دي فمدام عمل لي إضافة جميلة جداً يعني أصلاً لبسي بكتشفت له أبعاد جديدة لسببها أنا عميّة كنت تخيل للمس دامعة دا بجد جميلة أنا كنت ماشي على سطنبا معاناة ايوه ايوه بس أمتاً حتى عمر لما بيجي بينطاقت حاجة عمر عنده اسلوب كده شيك أنا ما بها منديش فلتر دي مش كيف سي انتقر بقى إيه بجد اه صرحة جداً اه اه ما عنديش فلتر خالص مش يعني في ناس أوقات تحس أن أنا ممكن أكون سنة رود بس أنا مش رود والله أنا مطاينك تو بي هونيس وعندها جملة بتقتلني قلبيس حاجة بس هتقولي لا دا خلص اصلاً كلمة دا خلص ديس؟ يعني احنا ما بقناش سنة الفين اه دا خلص هو لحق يخلص إنت أنا لسه جايبها أنا جايبها في سيل سبعين في المية أكيد خلصك ما فيه فيه حاجة وارا سبعين في المية ها ها عارف أنا الكلمة دي فيه جزمة معينة عندي عملالها مشكلة رائبة وفيه جزمة عمدها عملالي مشكلة رائبة يعني فيه يعني الجزمة تنترحة أنه مفكر بعض بيه ها 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 أنا سايبك وأخذ من صحتك في الجزم بيشتري كم جزم مرهب جزمة واحدة في حياتي اللي أنا جبتها فيها فكرة يعني الكاملون والبوزلون والنكلون يعني لحد دلوقتي مش لقيالها طاقمة على فكرة هي تمام هي لازم تستاند اوت اه بس هون مسكها لي برضو اه انا مش لقيالها بتادي وانت الحمدلله يا رب اخلا لسه مدركة دلوقتي وما استغربش خالص لما انتي قلت مش لقيالها لا يا رب اضيع الحمدلله ما عربش وما هي كانت خطيرة وإحنا مشكلة حياتنا الجزم يعني أنا مضيع كل فلوسي على الجزم اه داخلين في كام مهولة يعني اه اه وانا جزم يواخد نص البيت وهي جزمها عيني اه مشكلة كبيرة فعلا قصرتوا ستيريو تايب لا بكثير مفيش مفرنة بكثير يعني عمر طبعا بيعمل شوپنج اكتر مني ايا ايا بكثير طبعا لا يعني عندما بنزل شوپنج انا بعمل شوپنج اكتر مني بكثير طبعا انا مجنون يعني وغير كده ان انا بعمل شوپنج كتير جدا من غير ما اخب بالي اه لا دي عايزة جالسة هبنوسيس تانية اه كده اتنوم لا 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 تخليها بكثيرك كسب موضوع اميت الأوردارات اللي عملتها اونلاين وانت سنانا عملتها فلما يجي الأوردار ايه ده انا طلبت ده اللي هو كتير يعني اه لا لا نعيشين مأساية وطبعا طول الوقت بقى حسل طريب الضمير فأم نطلع لبس كتير فاهم اقديل الناس وكده وانا فسعيت احس كويس في نفسي طب خلاص اجيب تاني بقى خلاص با ما عندش حاجة دايرة والله دايرة دايرة كارسة كارسة اتمنى تخلص من اللداء ده والله يا جماعة اوهد لي جزم ما اجيبلك فانوازن الموضوع انوازن الموضوع ان تخنع الجزانة اه انا مش عايزة ابط الكلام بصراحة يعني انتو نزي العسل والله بجد انا عملي فيها عالين النهاردة اه احنا رفنا في حتات تبصوا الورقة تانا ما ايه ما اقربتلوش فيها اكتش تسألها تاني انتو فيها حاجة انك سوكت تقولها تاني اننا ببساطنا معك بجد انا كذا برافتكنا نتنا بنصور حاجة انا بأنسة حلو اقوي الكلمة دي هاي حسين كده ان احنا عادينا عادينا مع بعضين اه اه اتمنى انني في المنتاج تروحو بس يعني نتأكيد الناس لا لهاش زمن يالن شوف كله يالن شوف زمن يعني انما لغني كثير تشرونه حاجاتك من الفشل ما اعرفش ما كستش من عشام بش ملكز او هي كاب احنا نزهينىش لحظة احنا عادينا بنروح من حاجه الى الحاجة لا ايه كان لطيح قوي عامر ونسلي برضو طريقته وفي حاجات ديب يعني روحنا بحيطة غميئة تقيلة يعني مع عمر اه طبعا اه اه انا معاكي برضي في ايه ما انتي قلت لنا كام انسايت يعني على العيال والانتي وزابة الفيديو شكرا يا بنت يا سبتك لغاية بس انا بحب حواديت عمر عمر بيزحي للناس ايه يعني انا شخصي بحب اسمع حاجة وانا نايمة فدايما انا اقول له احكي لي حاجة يعني اعتقد انا حسيت ان انا كبيرت على احكي لي حاجة فبقا بقول له احكي لي حاجة يعني اقول لي فبحب يعني هو الاول كان بيحسها ايه دا دينامت يعني بيزحش بيقول لي انا اعود ارغي ارغي ولا ايكي نمتي فبقولت له يابني انا كده بحس انا احسب امان يعني انا نبرت صوت انت بتقعد تحكي كده بحس ان انا في السيف زون زي بقى انت اسمك صدقيم مش محمد صدقيم اقول لك يا سيدي ده سؤال اهم احكيلك انا ابوه اسمه صخر اه في اصلا طبعا ده ده حد ذات يعني ابوك مش اسم العيلة عقصة ابوه لازم اسمه صخر اه اه يعني انت ولاد عمك بيقول له امكان صخت بالذب تخيل اه ابوه اسمه ايه بقى ابوه اسمه صدقي اه صدقي صدقي وانا اتولدت في نفس اليوم بتاعه جدي فعلا اه يعني انا 26 اه 27 اه اه وجدي من ناحية امي اسمه صدقي اه فقال لك نعمل كده ايه مرشح اتلافي اشان ما نزعلش حاجة اشان ما نزعلش حاجة كل الناس اللي بمتفق عليها والده عملك مشكلة وانت بتكبر هو يعني اكيد عملي مشكلة وصخر عملي مشكلة اكبر كم التنمر بقى يعني اكيد عشان نينجا تيرتلز ايه طبعا شكرا طبعا ما حدش منجيل الايفون هيفهمها صح صح او الكمبيوتر اه الكمبيوتر مش تنمر لكن صخر بتاع ايه صخر او طبعا فخر وصخر صخر وشنخر شر 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 نصيبة صودة يعني ايه افكوا اطفالي سنوه شر شر ايه ده ايه اللي احنا بنعمله ده ويعني ايه كان بيعمل ان بيعمله ده في الكمبيوتر مشكلة يا هاني وكل بقى التاريقات بتاع معلم الرشدان فين بقى وكده كله اه وانكل صخر تنت زلطة اه اه انت بات باس ايه كنت في فرسعيد اللي في الزمالي الحمد لله ما كنتش حكومة لا انت لو كنتش حكومة لا ما لازم يبصوا في السن ده كله بيبقى يعني ايه متشرد بس هو الحكومة صعبة الحكومة بتتكى عليه بتبصوا على وشك بجد يعني انا دخلت دي و دي اه يعني دخلت حكومة ودخلتها خاصة اه على وقتنا كانش لسه انترناشنال ديلة بتاعت بقى اللي هو مولتي مليونيرات فهو في المدارسة الخاصة لما قارنها بمدارسة الحكومة لا يعني نقلة اه بس هنا ده بصراحة بتاعت المدارسة الخاصة كانت فيها وجع نفسي اكتر اتاني وجع جوسميني اكتر يا انا عربي حصل فيك ايه يا كل عالم انا كنت ماتيريال التنمر في كل مدارسة دخلتها في حياتي ده فيه انفتريشن للمؤاخذة طبعا هو مابني على قصتي بجد بجد يعني التسعين في المهم ان المؤاخذة حصلني بجد لا مش مهم التسعين في المهم الشيخ جاكسون حصلني بجد واو اه عشت كل اشكال التنمر في المؤاخذ الدراستي طبعا وانا الشاب اللي هو في المدرسة اللي هو فاكر ان انا كده بتميز ومش عايف ان انا بشاوع نفسي تعالوا اه انا سبونا اه 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 طبعا مخامة خصبة جدا نفس الكلام في عدادي طبعا هو الودا اللي برسم اه لا لا يعني مشكلة لا عشت مشكلة متفهم جدا بجد قدر ولطف الحمد لله ان احنا طلعنا بني اعني اسوياء بالظبط ان احنا مش في السجن نتكلم ونقولكم الكلام الحلو ده وبننصح بالظبط بالظبط جميل مرسيعا جمعا جدا سلامك ليس أجاه ف tooth صحيح ان流الي PERMO او 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 شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة